السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا العزاء نجدد اللقاء بكم في هذا الفيديو لشرح موضوع جديد بعنوان البرمائيات في بادئ الأمر نرحب بكم ونتمنى لكم في هذا الشهر الفضيل دوام النجاح والموفقية وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله سوف نتناول موضوع البرمائيات حيوانات البرمائية من الحيوانات الفقرية التي بدأت ظهورها أو خرجت من الماء أو أول الفقريات التي ظهرت على اليابسة اسمها العلمي أنفيبيا كلمة لاتينية يعني ثنائية الحياة أو ثنائية يعني تشير إلى أن حياتها معقدة أكثر تعقيدا يعني تمر بطورين في الحياة توجد منها ثلاث ومئتين نوع من البرمائيات وتضم كثير من الضفادع والعلاجم والسلمندر والسيسيليان والبرمائيات السحلية أو عديمة الأرجل هذه الحيوانات تبدأ حياتها في الماء حيث تفقس معظم البرمائيات في الماء أو الأرض الرطبة وتبدأ دورة حياتها على هيئة يرقة تعيش في الماء أو من خلال عملية تدريجية تعرف بالتشكل أو ما نسميها بالميتامورفسيز والتي سوف نتكلم عنها أو سوف نشاهد صورة على كيفية التحول بصورة عامة هي أصغر حجم من باقي الفقريات الأخرى كالأسماك، كالزواحف، اللبائن، الطيور لا يزيد طول معظم البرمائيات على الخمسة عشر سانتيم ووزنها على الستين جرام وبإمكان هناك وجود أصغر أنواع الضفادع في العالم حيث أنه بحجم الضفر الإبهام للإنسان وهناك السلمندر الياباني الذي طوله تقريبا متر ونص هذا بالإضافة إلى الصفات أخرى سوف نتطرق عليها إن شاء الله في هذا الدرس منها أنه تكون ذوات الدم البارد من ذوات الدم البارد حالها حال الأسماك حيث سوف تكون عندنا الأسماك والبرمائية توزى واحد من ذوات الدم البارد أي أنه الدم مالته أو درجة حرارة تتغير حسب درجة حرارة المحيط بالإضافة إلى صفات أخرى مثل أنها تمتلك سيقان خاصة عندك الفروكس and السلمندرس تمتلك أربع سيقان وهذا مما يسهل عليها يعطيها حرية الحركة على اليابسة وهذه صفة السيقان هي من الصفات التكيفية للمعيشة على اليابسة هتلاحظنا أن الأسماك لا تمتلك هذه لهذا أنه فقط تسبح في الماء وهناك عندنا نوع واحد أو تقريبا جنس واحد من البرمائية هو السيسيليانز لا يمتلك أقدام السيسيليانز لا يمتلك أقدام لأنه يعيش في بيئة أو المكان المعيش فيه في المغارات وهذه مما يسهل يعني ما ليس لها حاجة اثنين كيوتانس ريسبايريشن التنفس التنفس صفة أساسية للتكيف في البيئة على اليابسة لأنه لاحظنا أن الأسماك تتنفس من خلال الغلاصم هنا البرمائيات بدأت ظهور لها خاصة في الأطوار البالغة ظهور لها ما نطلق عليه بالرئات حيث تتنفس عن طريق الرئات بالإضافة أنه تتنفس عن طريق الجلد ما السبب الذي دعا البرمائيات إلى التنفس عن طريق الجلد لأنه الرئات طلبتنا العزة تكون غير متطورة وصغيرة الحجم لهذا لا يكفي كمية الأكسيجين الذي تحتاجه هذه الحيوانات لهذا سوف تتنفس عن طريق الجلد الذي يكون جلدها يتميز بأنه ناعم وأنه يمتلك مليء بالأوعية الدموية ويكون رطب لهذا يساعد في عمية التنفس بإضافة إلى أن الجلد المالته يحتوي على مادة مخاطئة عفوا وهذه المادة المخاطئة تساعد على الانزلاق أثناء استباحة كما أنه تتمتلك أنواع منها غدة سامة تساهم في عملية محاربة الأمراض وكذلك تستخدم في عاد المفترسات عنها هذا بالنسبة للتنفس الجلدي تمتلك رئات ولكن مثل ما ذكرنا رئات غير متطورة زوج من الرئات ولكن مساحة السطحية تكون صغيرة لهذا تلجئ للتنفس عن طريق الجلد طلبتنا أعزاء الجدير بالذكر أنه في مرحلة عندما تفقس البيضة سوف تظهر هناك المذنبات أو يعني نسموه تدبول تتنفس عن طريق الغلاصم أما عندما تخرج من الماء الأضلط البالغات تتنفس عن طريق الرئات والجلد الموناري فينز طلبتنا الأعزاء البرمائيات من يعني خاصة أن نتكلم عن الأضلط تمتلك جهاز دوران هذا الجهاز دوران يعني يسمح بتبادل الغازي مع الدم مع الرئتين عن طريق وريدين وريدين طلبتنا الأعزاء وريدين يذهبان إلى الرئة حيث تم عملية الغازي كستشينج سوف نلاحظوا في الصورة الآتية هذان الوريدان هذا كل واحد منهما يذهب إلى الرئة ثم عملية الغازي كستشينج ثم يعود الدم كما لاحظنا في الصورة الصورة عودة الدم من البالغة من هنا ومن ثم ضخه عبر الشريان إلى باقي أجزاء الجسم ليتم عملية توزيع الأوكسجين والغذاء القلب في البرمائيات يكون مقسم إلى ثلاث ردهات على النقيم ما رأينا في الأسماك كان مقسم إلى ردهتين هما البطين والأذين هنا مقسم إلى بطين واحد وأذينين كما نلاحظ في الصورة الصورة هذه هذا الأذين left atrium right atrium ventricle هذا القلب يكون ثلاثي الردهات طلبتنا العزة بالإضافة أنه هذا يكون فيما ذكرنا يختلف عن الأسماك يمنع اختلاط الدم المؤكسج مع الغير مؤكسج هذا يساهم في عملية وتمتلك البرمائيات دورتين يعني two circuit ليس one circuit كما في الأسماك يعني systematic pulmonary pulmonary عندما يذهب الدم من القلب إلى الرئتين وثم يعود إليه مؤكسج ثم يدفع القلب الدم إلى باقي أجزاء الجسم عبر الدورة السيستماتيك الجهازية ثم العودة إلى القلب عبر الأوريدة هذا شكل القلب أو كما في الصورة التي وضحناها أمامكم هذا شكله يمتلك أوريدة وشرايين وحاجز مقسم المقسم المقسم بالإضافة احتواء على السينيوسس الجيب الدموي جيب دموي بالإضافة إلى باقي الأجزاء الأخرى هذا بالنسبة للقلب في البرمائيات نقطة أخرى طلبتنا أعزائي الحيوان لكي يكون ناجح في البيئة اليابسة أو الحيوان الفقري يجب أن يحتوي على هذه الصفات أو العدد من الصفات التي التكيفية للمعيشة على البيئة البيئة اليابسة منها أولا السيقان جدا ضرورية لأن تدعم لأن تحمل الجسم وتتحرك به بكل مكان امتلاك الرئتين كي يتنفس الهواء الجوي الرئتين والتبادل الغازي جدا مهمة لتزويد الجسم بالأكسجين للقيام بالفعاليات الحيوية الهارت هنا يعني مضخة يدفع الدم بقوة إلى باقي أجزاء الجسم هذا يساعد أن الجسم يتكيف مع البيئة اليابسة التكاثر الربروديكشن خارج الماء هذا يعتبر وسيلة أخرى للمسائل التكيفية الأجزة الجسم الأخرى يعني هنا نقطة أخرى المحافظة على يبتلاكه جلد سميك يحفظه من الجفاف الآن طلبتنا العزاء نتكلم عن قبل ما ندخل إلى الأوردر أوف أمفيبيان نتكلم عن بعض الصفات أو المميزات تتميز هذه الصنف من أصناف الفقريات ألا وهي يعني منها أولا عدنا هنا هذه الصورة توضح الحيوان أو توضح الضفدع أنه مطمور في الرمل هذا يدعون إلى التساؤل لماذا يطمر نفسه في الطين السبب في ذلك أنه ذكرنا أنه هذا الحيوان من ذوات الدم البارد أي أنه عندما تواجه ظروف قاسية فإنه يبدأ ظروف قاسية خاصة ظروف باردة سوف يطمر نفسه في الطين والنشاط مالته يقل أو ينعدم وهذا ما يسمى بحالة السبات أو الهايبر نيشن الهايبر نيشن وكذلك عندك في الصيف عندما تكون جو حار يمر في نوع آخر من السبات يسمى الاستيفيشن يعني لهذا الضفادع تنشط أكثر شيء تنشط في الربيع لهذا نسمع صوت الذكور عندما يعني نقيق الضفادع في الربيع لهذا الضفادع طلبتنا الأعزاء نأتي إلى التكاثر أو قبل التكاثر يعني الذكر نستطيع أنه ما يزعل الأنثى بعدة صفات أهم صفة أنه الذكر يمتلك صوت يعني صوت النقيق هذا للذكر هذا الصوت يدعو الإناث لعملية التزاوج عندما تنجذب الأنثى إلى الذكر فإنه يقوم بمسكها يعني ماتنغ يحدث بينهما التزاوج ويؤدي بذلك كما نلاحظ فيها الصورة إلى طرح الأنثى البيوض التي تكون محاطة بطبقة من الجيلاتينية التي تمنع يعني تمسك البيوض تتماسك البيوض مع بعض البعض وتمنعها كذلك من الافتراز ويقوم الذكر بطرح النطف ويتم الإخصاب خارجي external fertilization external ما عدا بعض الأنواع قليلة منها السلمندر يكون الانترنال داخلي خريبا 10% من السلمندر أما الباق كله external ثم تمر بفترة بحالة أو التشكل أو الميتامورفزم كما نلاحظ طلبنا العزاء في هذه الصورة حيث عند وضع البيوض هذه البيوض المخصبة سوف تتطور تطور طور الجنيني امبريونيك ديفلوبمينت وتحول إلى لارفا لارفا سابحة تيدبول تسمى التيدبول أو المذنبات نولكس نولكس لا تحتوي على سيقان كمان تتنفس بواسط الخياشين وتكون طلبتنا عزاء هيربيفورس أكلات أعشاب ومن ثم تبدأ بظهور الأرجل الخلفية الأرجل الخلفية ومن ثم يونغ فرق فتي يضفدع فتي ويحتوي على ذنب ثم يختفي الذنب ويتصبح بالغة عندما تصبح بالغة طلبتنا العزاء تحتوي على مثل ما ذكرنا أربع سيقان السيقان الخلفية تكون طويلة تساعدها على المشي وعلى القفز كما أنه تكون الضفدع الضفدع البالغة تكون أمي هير كارنيفورس آكلات لحوم آكلات لحوم يعني تستطيع تستطيع تلتقط أو تفترس الفرائس الحشرات خاصة بواسطة لسانها الذي يكون متطاول أو ينطلق بسرعة ويكون استكي يعني فيه لزج يرتصخ فيه الحشرة هذا بالنسبة لهذه الصفات الثلاثة ذكرناها الهيرب الهيبر نيشن والميتنج التزاوج والميتامورفزز أو التشكل في البرمائيات الآن نعود إلى التصنيف تصنف إلى ثلاث رتب ثلاث رتب البرمائيات هي رتبة الأنيورا أو العديمة الذنب مثل فروكس التوداس الكومباكت يكون جسمها مكتنز أو سمين تمتلك large head fuse to the trunk تمتلك هذا شكل نلاحظ نرجع للصورة هذا هو التودا أو الأنيورا عديمة تمتلك هذه الصفات استيقان الخلفية تكون طويلة وقوية بعكس استيقان الأمامية التي تكون أقل تكون أقل طولا وأضعف منها هذا بالنسبة للتودا وتمتلك أن تكون الإخصاب داخل خارجي وتقضي نصف شطر من دورة حياتي في الماء كما لاحظنا في الميتامورفز وتقوم بعمية القفز يعني لكما عدنا الكوداتا الكوداتا التي تمتلك ذنب كودة ذنب مثل السلماندرز حيث يكون جسمه استواني سيلندر بادي لونغ تيل تمتلك ذنب طويل أن لامبز سيت آو ذا رايت أنجل تو ذا بادي يعني الأذرع مالتها والأرجل بصورة عامة تكون متشابهة كما سوف نلاحظ في الصورة الآتية هذا نوع من السلماندر هذا من المشرة عليه بالسهم نشوف هنا عندنا نوع آخر من السلماندر هذا نوع آخر من السلماندر هذا نوع آخر الأرجل متشابهة ذنب طويل تكون يعني سابحة عدنا الأبودة أو السيسيليانز أي عديمة الأرجل هالي تعيش في المناطق الاستوائية تشبه الأفعى سنيك لايك بدي جسمها نولامس لا أذرع ولا يعني أرجل لتل أو نور أو يعني تمتلك ذنب قصير أو لا تمتلك ومن الصورة عليها يعني لاستطيع تمييز بينها وبين الأفعى لهذا يعني شكله مقارب لشكل الأفعى ذكرنا أنه لا تحتوي على الأرجل لأنها تعيش في مغارات ولا لا حاجة ليست لها حاجة في هذا في هذه الأرجل هنا صورة أخرى للسيسيليا سلماندر الفروك الضفداء إلى هنا طلبتنا الأعزاء ننتهي من هذا الشرح هذا الموضوع أرجو أن أوفق من الله سبحانه تعالى في إعطاء هذه المادة وأي سؤال إن شاء الله نستطيع نجاوبكم عليه والسلام عليكم ورحمة الله